انا بس عايز اقول ان انا متابع طبعا على طول السوشال ميديا كلها شغالة على تصريحات شرين يا جماعة الفنان انسان غير طبيعي الموهبة الفزة ما بتبقى الشخصية طبعا ما هي لو طبيعية كانت تبقى انسانة عادية على فاكرة فيش حاجة وحشة انك تبقى انسان عادي بس احنا كلنا متفقين شرين موهبة غير طبيعية من اول ما غنت ايا ليل يعني من اول ما ابتدت فاشرين جايز الناس تقول لك ويه بتقول ايه ويه بتقول كده ازاي فنانة الفنان الفنون جنون الفنان بيبقى حاجة تانية طريقة استعابه للحياة وطريقة استعابه وبعدين كلمة الاستعاب دي مهمة اي ست خلاص ملناش دعو بالفنانين هي تحتاج الى رجل يستوعبها واي رجل ملناش دعو بالفنانين يحتاج الى مرأة تستوعبه فكرة الاستعاب دي مهمة جدا ودي اهم حاجة في اي جوازة لو مفيش الاستعاب مفيش الاحتضان انا مقصدش الاحتضان الجسدي اقصد الاحتضان النفسي وده بيبقى مهم جدا ان انا ببقى محتاج حد يقدر يلاقيني يقدر يدويني يقدر يشوف انا عايزي انا بعمل ايه ايه الحكاية على فكرة دي مش مشكلة شرين بس احنا شفنا مشاكل في عدد من المطربات الصف الاول كثيرة يعني ولا احتاج ان اذكر اسماء فالناس كلها اللي بتسأل وهي بتقول كده ازاي لا ما هي مش انسانة عادية على فكرة ما هي مش انسانة وقصة شرين قصة للحياة كلها يعني هي مش شرين بس هتلقى قصة شرين دي متكررة في مليون حاجة غير كده هو كل يهمنا في هذا الامر انه شرين تكمل حياته حسام حبيب يكمل حياته اطلق مش نهاية الحياة فيه ناس كتير بتطلقوا حياة تانية واختلافات الحياة الزوجية الفنانين صعبة جدا للمشاهير كلهم كمان صعبة جدا مش حياة عادية التطور اللي بيحصل في الشخصية الشهرة الطموح الحياة الصعبة الصفر الكتير الدخل الكبير كل الحاجات دي هي اختبارات للانسان في حياته فزا ما كانش نشريك حياتك سواء راجل او ست يعني سواء انت كنت المشهور ستة او المشهور راجل لو اللي عايش معك ده مش قادر يفهمك مش قادر يستوعبك مش قادر ياخد باله منك بتحصل مشاكل وعلى فكرة انا رأيي مش في مصر بس في مصر في العالم كله انه اصعب زيجات هي زيجات المشاهير زيجات الفنانين وبنشوف بقى قصص زي ما انتوا عايزين بيكونوا بيحبوا بعض جدا وحبوا والاخروا براد بيتو وانجيل ناجولي مش عارف ايه حاجات كده كتيرة جدا ولكن في النهاية بيحسوا انه لا في مشكلة بيننا احنا مش عارفين نكمل ربنا ياخد بايد شرين ان شاء الله وتقدر تكمل في حياتها وتقدر تعمل اللي هي عايزاها هي موهبة يريد تقدر تحول الامها لفن مفيش اجمل من الفن اللي بيصدر عن الام عظيم في التاريخ كله كده الفن اللي صدر عن الام عظيم كان عظيم فان شاء الله تعمل لنا اغاني جديدة وتعمل لنا اشاء كتير انا بس برد على الناس كتير دلوقتي بتتكلم ويه بتقول ايه ومعقولة لسه بتحبه ومعقولة كل الكلام ده هي مش حد عادي مش تعظيم فيها او بتاع هي موهبة مش بتفكر بنفس الطريقة مش شايفة الدنيا بنفس الحكاية الفنان حد تاني بيبقى حاجة تاني ترجمة نانسي قنقر